سوريا تتفوق على الصومال وتحتل المركز الثالث ضمن أخطر دول العالم على نساء بحسب مسح أجرته مؤسسة رويترز تومسون في المحور الثاني سنتحدث عن الرياضة وعلى ما يبدو فأنه لا يمكن فصل الرياضة عن السياسة كما يدعي البعض سوريون شامتون بخروج المنتخب الإيراني من منافسة كأس العالم المقامة في روسيا في المحور الثالث سنتحدث عن عمليات إتجار بالبشر تقوم بها شركات خاصة لتهريب المطلوبين للتجنيد الإجباري من مناطق النظام إلى المناطق المحررة فكيف يتم هذا الأمر وما هي التسعير المتعارف عليها هناك حلقة جديدة من هنا سوريا أهلا بكم أهلا بكم مجددا احتلت سوريا المركز الثالث خلف كل من أفغانستان والهند وذلك ضمن مسح لمؤسسة تومسون رويترز حول الدول الأخطر على النساء عالميا لتكون بذلك سوريا قد تفوقت أيضا على الصومال التي احتلت المركز الرابع تفاصيل أوفة في التقرير التالي ونعود للحديث ضمن مسح أجرته مؤسسة تومسون رويترز عن الدول الأخطر على النساء عالميا تصدرت سوريا المراكز الأولى فحلت بالمركز الثالث خلف كل من أفغانستان والهند التي احتلت المركز الأول كأخطر دولة على النساء الانتهاكات الوحشية التي ترتكبها ميليشيات الأسد والتي استهدفت السيدات السوريات المشاركات بالثورة السورية وعمليات الاغتصاب التي ترجي ضمن المعتقلات وضعف الرعاية المقدمة لهن في أنحاء البلاد والتي تحدثت عنها عدة تقارير دولية جعلت سوريا على رأس القائمة مع دول تختلف معها بيئيا وثقافيا في تفاصيل المسح ذكر الخبراء الذين قسموا المسح إلى عدة أقسام تبعا لنوع الانتهاكات ذكر بأن سوريا تتقاسم مع الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثالث كأخطر الدول على النساء فيما يخص العنف الجسدي فيما احتلت المركز الثاني بالنسبة لغياب الرعاية الصحية المقدمة لهن والمركز السابع من خلال تعرضهن للعنصرية اللافت ببحث تومسون رويترز أيضا أن سوريا تفوقت على الصومال التي حلت بالمركز الرابع خلفها لتكون تلك الدولة الغارقة في الفوضى والحرب الأهلية منذ عام 1991 أقل خطورة على النساء من سوريا وهو ما يصبت ما كان متداولا بين الساسة حول صوملة سوريا كمصطلح شائع يعبر عن حجم الفوضى السائدة في البلاد تنضم إلينا الكاتبة الصحفية زين جبالي معنا من عمان ولاحقا ستنضم إلينا أيضا الصحفية المختصة بحقوق الإنسان ياسمينة بنشي ستنضم إلينا من غازي عنتاب مساء الخير زين وأهلا وسهلا فيك يعني دراسة لأجرتها تومسون رويترز حقيقة هي مخيفة بحق النساء الموجودين في سوريا واليوم سوريا يعني تتصدر قائمة تعتبر من الأسوأ في العالم كيف أوصل إجرام نظام الأسد سوريا إلى هذه المرحلة المتقدمة في الإجرام بحق النساء في سوريا بصراحة النساء هن دائما بكونوا الفئة الأكثر هشاشة في المجتمع هاي في حال في الظروف العادية في ظروف الحرب بتكون يمكن أكبر المخاطر اللي بتوقع بتوقع على النساء والأطفال هلأ النساء إن كانوا في داخل سوريا تعرضوا لكثير من الانتهاكات تعرضت النساء للاعتقالات حيثوا فيه حسب إحصائيات رسمية في حوالي عشر تلاف امرأة مغيبة قصريا في حوالي أربعين ألف امرأة كانت ضحية للأحداث في سوريا فالمرأة دائما بتكون هي الضحية الأولى في حال الحرب وفي حال الانتهاكات اللي بتتعرض له نعم زين يعني بتفصيليات هذا التقرير اللي أجرته تومسون رويترز قسمت حالات اللي تتعرض لها المرأة بالإساءة لتوصلة سوريا لهذه الدرجة حقيقة لست حالات الأبرز كان أنه مثل ما ذكرتي العنف اللي بتتعرض له المرأة خلال الصراعات المسلحة وهو أننا نتحدث عن كل ما تعرضت له المرأة السورية من اعتقالات كما ذكرتي من تهجير قصفي من تعرض للقصف من أيضا من فقدان لذويها لمعيلة لأطفالها وما إلى ذلك تماما تماما الأمر يعني المرأة في يعني هي المرأة في سوريا هي حاليا أم شهيد هي حاليا أخت معتقل هي يعني تعرضة كثير من الانتهاكات ومتعرضة لانتهاكات هي جسدية وأيضا جنسية هي نفسة معتقلة تماما تماما يعني حتى في الأمر الملفت للانتباه أنه صرنا كثير نسمع عن جرائم داعش ضد النساء في ظل تغييب كامل للجرائم التي تتعرض إلى النساء بسبب النظام. هذا تم تغييبه. وما بقى كثير بظهر بوسائل الإعلام. رغب أنه كثير عار تتعرض النساء في سوريا. وكانوا وما زالوا. نعم. زين أيضا الدراسة ركزت أنه سوريا تحتل المركز الثاني بما يتعلق بفقدان المرأة السورية للرعاية الصحية. يعني إذا توضحينا أكثر. ما هو المقصود بفقدان المرأة السورية اليوم للرعاية الصحية بشكل عام؟ هلأ أنا رح أحكي بالنسبة للداخل ما رح أحكي في مناطق اللجوء. بالنسبة للداخل السوري. أول شيء أنه ما فيه بشكل عام. كان فيه قصف للمشافي. مما أدى إلى انعدام انعدام الرعاية الصحية بالنسبة للنساء. فيه كمان أمر أنه ازدياد حالات الزواج المبكر. اللي أدى في كتير حالات أنه يكون فيه حالات حمل. وحالات كان كتير فيه موثق بتقارير. أنه فيه حالات ولادة قيصرية كانت تتم بدون مخدر لأنه بسبب أنه موجودة في مناطق محاصرة. لا يوجد رعاية صحية تقدم لها. برجع بقول أنه دايما المرأة هي الخاسر الأكبر لما يكون فيه في أي صراع أو فيه أي حرب أو فيه أي نزاع. صحيح. وخاصة في سوريا طبعا. زين أيضا هي تفصيلات الدراسة بتقول أنه التعرض للعنف الجسدي للنساء داخل سوريا تحديدا. وهنا نتحدث عن التحرش نتحدث عن الاقتصاب وأيضا عن عدم القدرة للوصول إلى العدالة يعني لمحاكمة هذا المتحرش أو هذا المغتصب إن كان في المعتقلات أو كان من قبل الميليشيات الموجودة. هل لديك حالات كنت قد واجهتها خلال عملك بهذا السياق؟ بالنسبة لحالات العنف أو الحالات طبعا فيه كثير حالات وأغلبها بتكون حالات سرية يعني بتفضل الضحية إنما تكون ما تحكي فيها أو إنما تصرح فيه اسمها أو حتى فيه كثير حالات بتفضل الصمت. بالنسبة للرعاية الحقوقية في الداخل أعتقد بعد سبع سنوات فيه كثير منظمات عم بتحاول إنها تقدم الدعم النفسي أو الدعم الحقوقي للمرأة. لكن بيبقى إنه ما بغطي شريحة كاملة من النساء وبيبقى فيه كثير مثل ما قلت لك إنه بيفضلوا الصمت وما يحكوا على الحالات اللي تعرضوا لها في الحالات اللي تعرضوا لها. يعني داخل المعتقلات أو حتى من قبل الميليشيات. زينا هذه الحالة التي نتحدث عنها اليوم أنه وصول سوريا للمركز الثالث ضمن هذه الدراسة بأنها البلد الأكثر خطر على النساء في العالم. يعني نحن نحن نحكي أنه سوريا صارت تتوسط أفغانستان وأيضا السومال. يعني الوضع كيف سينعكس على المرأة السورية المتواجدة في الداخل؟ هلأ الانعكاسات جدا خطيرة. الانعكاسات ما رح تقتصر على الوقت الحالي بالتأكيد. رح تكون الانعكاس حتى ما بعد في حال أنه انتهى الصراع في سوريا. رح تكون في انعكاسات نفسية. المرأة بحاجة جدا بكل حالة حتى لو ما كانت معتقلة حتى لو ما كانت متعرضة للعنف. مجرد أن عايشة في هذه المناطق رح تكون بحاجة لدعم كبير. فما بالك المعتقلات يعني أنا أعرف في حال معتقلة لحد الآن لا تجرؤ أن تحكي على العنف التي تعرضت له في داخل المعتقل إن كان بسبب لأن الساتة ما زالت في الداخل السوري. لأن ما زالت تخاف على أطفال تخاف أن ترجع تتعرض للاعتقال. ورغم أن خرجت من المعتقل لكن ما زالت لحد الآن تتعرض لمضايقات. يعني المرأة مثل ما قلت لك هي الحلقة الأضعف. واقعة بدائرة عنف. هي حلقة الأضعف وصاير فيه مثل دائرة عنف ما تنتهي. نعم. زين تحدثت عن أن الانتهاكات أثر ومداها على المدى القصير وعلى المدى الطويل أيضا. إنعكاسات النفسية المدى القصير مثل ما ذكرت حالة المعاناة المستمرة التي تعيش المرأة اليوم المتواجدة في الداخل السوري. ومن الممكن حتى أن نتحدث بشكل عام على عموم الأراضي السورية. هي غير محصورة بمنطقة محددة. هذه الانتهاكات وهذه المعاناة التي تعانيها المرأة. هل هناك جمعيات اليوم تعنى بالمرأة السورية من الممكن أن تأخذ هذه الدراسة بعين الاعتبار وتقوم على إنشاء جمعيات ما تقدم أو توفر الدعم للسيدات السورية؟ طبعا في حاليا في العديد من الجمعيات التي تهتم بالنساء وأن تقدم إلىهم الدعم. بس برجع بقالك في كتير حالات أن الجمعيات تتحفظ أن توسق الحالات أو أن تقدم إلى يد المساعدة لأن لسات الضحية أو المعتقلة. أنا ما كثير أحب أخذ مرادة في ضحية الناجية أن ما زالت لحد الآن ممكن أن تكون في دائرة العنف ومن الخطر عليها مجرد أن يتقدم للمساعدة أو يتتوسق حال حتى لو كان اسم مستعار. هناك كثير منظمات سورية ولكن لو هذه الجمعيات هي فعلا قادرة على إيصال هذا الدعم أو هذه المساعدات على الرغم من وجودها مثل ما ذكرتي هل تعتقد أن أعتقد أن الإحصائية تعتمد بشكل ما على الداتا الموجودة في هذه الجمعيات أكيد اعتمدوا عليها حتى يعني أنت تعرف كيف داخل السوري في كثير صعوبة للوصول للمعلومات فأكيد كان في الاعتماد على الداتا هلأ أكيد الحجم الهائل والكبير للانتهاكات والأعداد النساء اللي في حاجة لمساعدة ما أعتقد أنه في جمعيات كافية لتقطيتها أو أنها تقدم المساعدة لكل هالنساء وبرجع بقلك هي في حال كانت النساء طلبت المساعدة في كتير نساء بتفضل الصمت وما بتطلب المساعدة هذا الأمر اللازم كتير ننتبه له نعم رح تنضم لأنه صحفية المختصة بحقوق الإنسان من غازي أنتا بياسمينة بنشي بس الخير ياسمينة وأهلا وسهلا فيك يعني السؤال اللي بدأت معه مع زين رح أرجع أسأله لإلك أيضا بصفتك كنت معتقلة سابقة ونجيتي من سجون النظام واليوم عم تعملي يعني على حقوق الإنسان وصرت وغير المعتقلين برأيك ياسمينة وبمشاهداتك كيف ساهم نظام الأسد وإجرامه بإيصال سوريا إلى هذه المرتبة أول شيء مثل خير أهلا فيك بالنسبة موضوع الانتهاكات الخاصة بالنساء بسوريا طبيعي الشيء الطبيعي أنه توصل لسوريا تكون بهذا الترتيب ضد العنف أو اللي هو يعرض النساء للعنف وصل نظام النساء لهذه المرحلة من خلال القصف المدنيين النساء دائما متواجدة بالمناطق التي لا يوجدها عسكرة من خلال الاعتقال والاختفاء القصري للنساء في كثير أمور غيبة وما بدنا كمان ننسى أنه بالوقت الراهن حتى داخل مناطق النظام في انتهاكات للمرأة بسبب وجودها تحت خط الفقر هذا يجعلها تمتهن أي مهنة ممكن تكون مهنة لا تتناسب لا مع الأخلاق ولا مع البنية الفيزيولوجية أو الجسدية التي تجعلها معرضة للانتهاك الإنساني هذه نقطة هذه نقطة كثير مهمة هي سبب غياب المعيل أو غياب الزوج التي هي بمناطق النظام فما بالك خارج مناطق النظام لنحكي عن مناطق المحررة المرأة معرضة للقصف المرأة معرضة للتهجير للنزوح للاستغلال الجنسي للاستغلال الجسدي بكافة أشكال الاستغلال المرأة معرضة بسوريا نعم ياسمينة انعكاس هذا الأمر أو انعكاس هذه المرتبة المتدنية أو الأخطر خلينا نقول على النساء في سوريا على باقي المجتمع خصوصا أنه إذا هذه المرتبة هي للنساء فقط ولكن هؤلاء النساء هن أمهات هن والدات هن باقي المجتمع طبيعي أنه يصير انهيار للمجتمع لأنه المرأة أو الأم بهذه الحالة ستضطر تعمل هي وأطفال الأطفال سيحرموا من التعليم يعني جيل كامل عننا سيحرم من التعليم بسبب الانتهاكات التي تمارس على النساء في سوريا إضافة إلى أنه المرأة ذات نفسها مثل ما حكيت ستطر تمتهن مهن لا تناسب طبيعتها لا تستطيع تكمل تعليمها لا تستطيع تطور نفسها أو تطقف نفسها نعم زين سأتجه لك بنفس الفكرة أيضا يعني برأيك انعكاس هذا الخطر على النساء على باقي شرائح المجتمع بالإضافة للي قالته ست ياسمين بحب أضيف إله أن المرأة في الوقت الحالي بغياب الزوج هي المعيل الأساسي وهذا بيأثر بشكل كتير كبير مثل ما قالت أنه باهتمامه مثلا كانت أم من ناحية اهتمامه بالأطفال حتى كنفسية رح ما تكون قادرة أن تكون تربي نصف الثاني من المجتمع مثل ما هي نصه والنصف الثاني بتربيه المرأة الضغوطات جدا هائلة خاصة يعني في حال في كل مناطق سوريا سواء إن كانت في المناطق القاضعة للقوات الأسد أو للميليشيات أو دائما رح تكون معرضة لضغوطات كبيرة نعم ياسمينا بحكم أنه حاليا حضرتك مختصة بحقوق الإنسان أبرز الحالات من السيدات اللي مرأت عليك اللي هي من الممكن أنه تعزز هذه الدراسة للأسف الشديد أغلب الحالات بالنسبة لموضوع الاندهاك اللي مرأت علينا إضافة للعنف المجتمعي الأقصى هي اللي كانت داخل سجون ومعتقلات النظام بالمرتبة الأولى بالمرتبة الثانية اللي كانت داخل معتقلات داعش ولكن هول التوثيقات وهول المشاهدات التي كانت في سجون النظام لا يوجد أي تقرير حقوقي في العالم ممكن يوصف الحالة لأنه كانت في حالات مزرية من الانتهاك الجنسي من العنف الجنسي من الاختصاب حالات الاختصاب الجماعي بالنسبة للمعتقلات كانت ماهولة لا يمكن وصفه نعم ياسمينة ذكرت أيضا العنف المجتمعي اللي بتتعرض المرأة إضافة للعنف داخل المعتقلات والانتهاكات بحقها كأمرأة وكسيدة في هذا المجتمع يعني إذا بتوضحينا أكثر شو بتقصدي بالعنف المجتمعي العنف المجتمعي اللي هو ما زال يتوارث العادات والتقاليد القديمة التي هي كانت سبب أساسي في جهل مجتمع كامل كنا نشوفه أحيانا بسوريا ببعض القرى ببعض المناطق المرأة محرومة من التعليم المرأة محرومة من الإرث حتى ما كتبه لها الشرع هي محرومة منه محرومة من كتير حقوق فهذا عنف مجتمعي يمارس على المرأة وما زال يمارس على المرأة في مناطق الجوار أو في المناطق داخل سوريا زين هل تتفق مع ياسمين بهذه النقطة أو عندك رأي مختلف لا أنا أتفق معها تماما وأحب كمان أضيف أنه فيه كمان من ضمن التقرير اللي طلع هو فيه كمان ارتفاع حالات العنف المنزلي صحيح يعني هذا كمان من أحد الأسباب الكتير هامة اللي ارتفاع حالات الزواج المبكر اللي سببت كمان حالات من العنف العنف الجسدي العنف الجنسي الانتهاكات الجنسية يعني فيه كتير أمور كان إلى يعني كان إلى كتير أثر كبير بعد الحرب وطبعا يعني هلأ الأمور كان فيه بس ما كانت بهالشكل الفاضح هلأ حاليا فيه فيه الأمور جدا جدا يعني ياسمينة برأيك شو هي الطريقة الأمثل للاستفادة من هذه الدراسة ومن دراسات أخرى أو توثيقات أخرى بحق المرأة في سوريا والانتهاكات التي تتعرض لها بالدرجة الأولى اللجوء للمنظمات الحقوقية الدولية مع أن هذه المنظمات لا ستستطيع تغطي حجم الانتهاكات الحاصل والواقع داخل سوريا ولكن هي ممكن تخفف من حد الانتهاكات يعني على الأقل بالوقت الحالي نمنع ونحد من هذه الانتهاكات بالدرجة الثانية هو الضغط والمناصرة على المجتمع المحلي والمجتمع الدولي لحتى تتمكن المرأة من نيل حقوقها تعرف شو واجباتها وشو حقوقها حتى تقدر تكون عنصر فاعل بالمجتمع بهذه الطريقة بطريقة التفقيف والتوعية من خلال الحملات ممكن أي خف الضغط على المرأة وحجم الانتهاكات التي تمارس على المرأة داخل سوريا شكرا جزيلا لك ياسمينا بنشي الصحفية المختصة بحقوق الإنسان كنت معنا من غازي عنتاب شكر موصول أيضا لزين جبالي الكاتبة الصحفية كنت معنا من عمان شكرا لكم شكرا فاصل قصير ونعود لمتابعة هنا سوريا شكرا لكم